حكم من يشرب الماء في رمضان حتى نهاية الأذان خلنا فهموا لشيء مفهوم الأذان شنو معنى أذان لما يأذن المؤذن ما معنى قولنا أذن المؤذن ما معنى قولنا أذن المؤذن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت الأذان هو الإعلام بدخول الوقت يعني من يقول الله أكبر يعني شنو دخل الوقت وإذلك أنت بس تسمع الله أكبر بالفطور ما تنتظر لما يخلص الأذان تبدأ تأكل لماذا دخل الوقت كذلك الفجر من يقول الله أكبر معناها إيش دخل الوقت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل أنت تتم إلى الليل لكن من يأذن معناها يقول لك شنو دخل الوقت حد هذا المؤذن بكر أخر في مؤذن ما شاء الله أذانا كل دقيقة في مؤذن أذانا سبع دقائق ولا له صحيح في مؤذن ما شاء الله أذانهم سريع جدا جنة إقامة يعني حتى بترد وراء ما تقدر من سرعته وفي مؤذنين العكس طويل جدا أذانه وممكن يأخذ أكثر من خمس دقائق الأذان نفسه فالعبرة ليست بالأذان يعني متى ينتهي وإنما العبرة ببدء الأذان إذا كان هذا المؤذن ثقة أو عندك أنت الساعة وشوف أنه دخل الوقت لا يجوز لك أن تأكل بعد ذلك يقول أهلا إلا ما كان في فامك مثلا تبلعه الكأس وضعه كمله هاي ما في مشكلة لكن ترد واحد ينطر لما يسمع الأذان راح شرب ماء ليش ما خلص لذان بعد لا مو صحي هذا مو صحي غلط هذا الفعل فالإنسان وهالدقيقة مهل بفارقة معاك يعني تقدر تصوم ما تقدر تصوم يعني فأتحط نفسك في هذا الموقف فالأصل أن مجرد أن يقول الله أكبر قاعد يقول لك دخل الوقت دخل الفجر معناته بدأ الصيام بس يعني يقولك الله أكبر بدأ الصيام فلا تأكل ولا تشرب إذا سمعت الأذان نعم ما يعلم بهذا الحكم وهي ما أدري لكن هناك بعض فتاوى سمعت من بعض أنه يقول حتى ينتهي الأذان ما أدري هل يعذر بهذا أو لا يعذر لأنه إذا بتاخذ قول كل أحد أبو در الغفاري رضي الله عنه كان يرى أنك تاكل تشرب لين تطلع الشمس رضي الله عنه يقول هذا النهار الحقيقي طلوع الشمس فعنده من بعد الفجر هذا مسموح رضي الله عنه اجتهاد منه لكن ما يتابع عليه رضي الله عنه فما أدري والله بس أنا فضل نيعيد سيامه اللي أكل لكن ما أفتي بأنه يفضل سيامه نعم شكرا